أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذر لي بالزنة فأقبل القوم عليه فزجروه وكادوا أن يفتكوا به فمنعهم الرسول وطلب من الفتى أن يدنوا منه وعندما دنى منه قال له الرسول أتحبه لأمك قال الفتى لا والله جعلني الله في دائك قال النبي ولا الناس يحبونه لأمهاتهم ثم قال أفتحبه لابنتك قال الفتى لا والله يا رسول الله جعلني الله في دائك فقال النبي ولا الناس جميعا يحبونه لبناتهم ثم قال أفتحبه لأختك قال الفتى لا والله جعلني الله في دائك قال النبي ولا الناس جميعا يحبونه لأخواتهم ثم قال أفتحبه لعمتك قال الفتى لا والله جعلني الله فدائك فقال النبي ولا الناس جميعا يحبونه لعماتهم ثم قال أفتحبه لخالتك قال الفتى لا والله يا رسول الله جعلني الله فدائك قال النبي ولا الناس جميعا يحبونه لخالاتهم ثم وضع النبي يده على الفتى وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه فلم يكن يلتفت الفتى بعد ذلك إلى شيء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوره جار يهودي وكان اليهودي يحاول أن يؤذي الرسول ولكن لا يستطيع خوفا من بطش أصحاب النبي فما كان أمامه إلا الليل والناس جميع النيام حيث كان يأخذ الشوك والقاذرات ويرمي بها عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولما يستيقظ رسولنا الكريم فيجد هذه القاذرات كان يضحك ويعرف أن الفاعل جاره اليهودي فكان يزيح القاذرات عن منزله ويعامله برحمة ورفق ولا يقابل إساءته بالإساءة لم يتوقف اليهودي عن عادته حتى جاءته حمى خبيثة فظل ملازما للفراش يعتصر ألما من الحمى حتى كاد التوشك بموته وبينما كان اليهودي بداره سمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يدق الباب يستأذن في الدخول فأذن له اليهودي فدخل على جاره اليهودي وتمنى له الشفاء فسأل اليهودي الرسول وما أدراك يا محمد أني مريض فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له عادتك التي انقطعت ويقصد نبينا الكريم ما كان اليهودي يرمي به من قاذرات أمام بابه فبكى اليهودي بكاء حارا من طيب أخلاق الرسول الكريم وتسامحه فنطق الشهادتين ودخل في الإسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الساحر التائب قصة داود الساحر التائب تكشف عن أن رحمة الله واسعة وأنه سبحانه واسع المغفرة وأن الله هو خير حافظة وأن الحديث عن الشياطين والجن أمام قدرة الله مجرد غراء وأن ما يضر الإنسان أو ينفعه ما هو إلا ما أراده الله يقول داود عشت مع الشياطين ثمانية عشر عاما مارست خلالها كل أنواع السحر كانت البداية عندما غابت العقيدة عن المنزل وبيت الأسرة فوالدي كان ساحرا وعندما أصبح والدي مسنا كنت البديل له ومع ضعف العقيدة والإيمان دخلت عالم شياطين السحر لتكون أكبر رحلة من المعاصي لقد كنت أختلي بنفسي في كهف في الصحراء مع الشياطين لقد مكثت داخل قبر لمدة خمسة عشر يوما لأنال والعياذ بالله شرف تنصيبي لقب ساحر وفقدت بهذا اللقب إنسانيتي وكنت أظن أنني لن أموت بعد رحلة تنصيبي ذهبت إلى السعودية لمدة ثلاث سنوات مارست فيها كل أنواع السحر والنصب وعدت بعدها إلى بلدي مشهورا يقول الناس بأنني أكبر ساحر وفي إحدى الليالي دخل علي شاب ملتزم حذرني من غضب الله وقال إن السحر كفر لكني لم أستجب له ولم أهتم بكلامه بعد ذلك قرأ آية الكرسي فشعرت أن الشياطين الذين مثلي هربوا بعيدا عني ودخل الخنجر الذي أمارس به السحر جسدي لأدخل بعدها المستشفى لمدة ثلاثة أشهر وبعد أن شفيت حاولت الانتقام من هذا الشاب بمحاولات كثيرة ولكن كل المحاولات فشلت لإيمانه القوي أما عن توبته فيقول داود لقد جاءت توبتي من خلال رؤية شعرت خلالها أنني أموت وتم دفني ودخولي القبر وسألتني الملائكة من ربك وما هو دينك وهل صليت وكانت إجابتي تؤكد كفري بالله فقمت من النوم أصرخ بأعلى صوتي وبعدها بدأت أفكر فيما أفعل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ثم ذهبت إلى الشاب الملتزم فأحسن استقبالي وساعدني على التوبة وشرح لي حديثا شريفا يبين ويثبت أن السحر كفر فاقتنعت بكلامه وذهبت إلى المسجد لأصلي بعد أن اختسلت واستبدلت ملابسي وبعد فترة عدت إلى منزلي لتبدأ معركة التوبة مع الشياطين الذين رفضوا عودتي وهددوني بالانتقام ليس في نفسي بل في أولادي وأهلي واخترت طريق التوبة وظلت الشياطين تحاربني في أولادي حتى أصبحنا في خطر شديد وبفضل سورة البقرة والأذكار وكثرة تلاوة القرآن في المنزل زال الخطر وتمسكت بتوبة إلى الله ونجحت وبحمد الله في توبة ثمانية وخمسين ساحرة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون السائحة الأجنبية يقول شاب كان يبيع شرائط كاست أمام أحد المعالم السياحية بالهرم بمنطقة الجيزة بمصر بأن سائحة أجنبية جاءت إليه وقالت له أريد شريط موسيقى لتهديئة أعصابي لأني متوترة وأستريح لموسيقى هادئة فأخذ الشاب يسمعها شريطا تلو الآخر وفي كل مرة لا يعجبها حتى قام الشاب على سبيل الخطأ بتشغيل شريط للشيخ عبد الباصط عبد الصمد فيه تلاوة للقرآن فإذا بها تتعلق بهذا الشريط وتقول أنا أريد هذا الشريط وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا رفض الشاب إعطاءها الشريط وقال لها هذا شريط القرآن الكريم وأنت غير مسلمة فصممت السائحة بشدة وأخرجت له مئة دولار على سبيل الإغراء حتى يعطيها الشريط ولكنه رفض مما أدى إلى زيادة تمسكها بهذا الشريط حتى إنها كان في يدها إشارب وضعته على رأسها وقالت له ها أنا قد لبست مثل المسلمات فأعطني الشريط ربما إذا سمعت هذا الشريط وأراح أعصابي أفكر في فهم هذا الدين وربما أدخله فتهلل وجه الشاب فرحا بقولها وقال لها سأعطيك هذا الشريط هدية لعل الله أن يهديك إلى الحق وتدخل الإسلام وأخذ منها الإيميل الخاص بها ووعدها بالتواصل وكان هذا الشاب غير ملتزم ولا يحافظ على صلاته ولكن كانت عاطفته للإسلام جيدة لكنه يقول في هذه الليلة تحسرت على حالي وكيف أننا نترك هذا القرآن العظيم وبكيت مع نفسي كثيرا وقررت أن أتوب وأن أحافظ على صلاتي وأن أصاحب القرآن الكريم فتغيرت حياتي وشعرت براحة وسعادة لم أكن أحلم بها حتى أنني غيرت تجارتي إلى التجارة في شرائط القرآن الكريم والخطب والمواعد وتواصلت مع السائحة الأجنبية فقالت لي بعد حوالي شهرين أريد أن أسمعك كلمة سوف تفرحك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم في يوم من الأيام حضر رجل لا يؤمن بوجود الله تعالى إلى أحد الخلفاء وقال له في ثقة أنا لا أجد أحد يقنعني بوجود إله وأتحدى أكبر عالم عندكم وإني واثق من النصر عليه صمت الخليفة قليلا وقال في نفسه إن أمرت بقتله فسوف يقول الناس أنني لم أستطع مواجهته بالدليل ثم نادى وزيره ليستدعي له الإمام أبو حنيفة فلما جاءهم طلب منه الخليفة إقناع هذا الرجل بوجود الله تعالى قال له الإمام أبو حنيفة سوف أثبت لك ذلك ولكني أستأذنك لكي أنهي أمرا ضروريا في القرية المجاورة ثم أعود سريعا فأذن له الخليفة ولكنه تأخر كثيرا فأحس الملحد بالغرور والكبر وقال للخليفة أستأذنك بالانصراف فقد هرب أبو حنيفة لأنه عاجز عن إقناعي في هذه اللحظة عاد أبو حنيفة واعتذر عن التأخير ثم أخبرهم أنه وجد في طريقه نهرا ولم يجد قاربا فجلس ينتظر حضور قارب وطال انتظاره ثم فجدا رأى أبو حنيفة أمرا عجيبا فقد رأى أخشابا تتجمع ومسامير تقف فوق الخشب وظهرت مطرقة وأخذ التدق على المسامير حتى رأى أمامه قاربا متقن الصنع فركبه وحضر أخذ الملحد يضحك ثم قال إن هذا الكلام لا يقوله إلا مجنون ولا يصدقه أحد فكيف تطير المسامير والألواح في الهواء وتتجمع على الماء ويتكون منها قارب دون أن يصنعه أحد وهنا ابتسم أبو حنيفة وقال إذا كان وجود قارب صغير بدون صانع لا يصدقه عقل فهل يصدق العقل أن هذا الكون بكل ما فيه من أرض وسماء وشمس وقمر قد وجد بنفسه دون أن يخلقه خالق فبهت الملحد ثم قال صدقت فلابد أن يكون لهذا الكون من خالق هو الذي خلقه ونظمه هو الله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكسب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين شكراف أيها المشاريات ترجمة نانسي قنقر أمن أن يقل عم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة